اهلا بكم بداية تلقى امس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من قبل رئيس جمهورية غانا سيد نانا ادو دانكوا اكوفو ادو بمناسبة فوزه بعهدة رئاسية ثانية مؤكدا ان فوزه بهذه الاستحقاقات هو شهادة من الشعب الجزائري لفعالية النهج السياسي والاقتصادي الذي رسمه السيد الرئيس منذ انتخابه سنة 2019 معربا عن امله في مواصلة التعاون وتقوية روابط الصداقة القائمة بين الجزائر وغانا لخدمة الشعبين كما تلقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من قبل رئيس جمهورية السينغال السيد باسيرو ديوماي دياخار فايي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السابع سبتمبر الجاري وعبر رئيس سينغالي بهذه المناسبة السعيدة للسيد رئيس الجمهورية عن تمنياته بموفور الصحة والنجاح لمواصلة مهامه خدمة للشعب الجزائري الأخي والصديق مجددا له استعداده للعمل معا لتعزيز روابط الصداقة والتعاون بين البلدين كما تلقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من قبل سيد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس دولة تشاد بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة محيا التزامه لا محدود من أجل تنمية الجزائر الجديدة وإرادته في رفع التحديات والاستجابة لطموحات المواطنين الجزائريين كما أبرز الرئيس تشادي بهذه المناسبة قناعته بأن بلاده بعلاقاتها التاريخية مع الجزائر ماضية في تقوية الشراكة ذات المصلحة المتبادلة بين الشعبين الشقيقين في كل المجالات كما تلقى رئيس الجمهورية رسالة تهنئة من قبل رئيس جمهورية تشيكا سيد بيتر بافيل عبر له فيها عن أحر تهانيه لأعادة انتخابه مؤكدا استعداده لترقية علاقات الصداقة التي تربط الشعبين في مختلف المجالات متمنيا له دوام الصحة والعافية هذا وتلقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون التهاني من قبل رئيسة الكونفيدرالية السويسرية سيد فيولا أمهارد بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية مؤكدا أن العلاقات التنائية القوية والصديقة بين الجزائر وسويسرا مبنية على تاريخ ثري تعكس تعاوننا المشترك المكثف خاصة هذه السنة على مستوى مجلس الأمن الأممي كما اغتنمت رئيسة الكونفيدرالية السويسرية هذه المناسبة أيضا لتهنئة رئيس الجمهورية بقرب حلول الذكرى السبعين للثورة التحريرية كما تلقى السيد الرئيس الجمهورية رسالة تهنئة من قبل رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل عبر له فيها عن أحر تهانيه وأمنياته بالنجاح وبهذه المناسبة أكد رئيس المجلس الأوروبي للسيد الرئيس التزامه بالعمل معه في إطار الاحترام المتبادل والثقة من أجل تعميق علاقاتنا المبنية على اتفاق الشراكة لسيما في مجالات الأمن الطقوي والاستقرار الإقليمي باعتبار الجزائر شريكا أساسيا خاصة في الأمن والاستقرار هذا وتلقى السيد الرئيس الجمهورية رسالة تهنئة من قبل رئيس الحكومة الإسبانية سيد بيترو سانشيز باسمه الخاص وباسم الحكومة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية متمنيا له كل نجاح في عهدته الجديدة ومؤكدا بأنه استنادا إلى روابط الصداقة وحسن الجوار ستجد الجزائر دوما في إسبانيا شريكا وصديقا موثوقا لتحقيق الاستقرار والسلم في منطقة المتوسطة هذا وأعلنت المحكمة الدستورية أمس عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السابع سبتمبر بانتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية بعد حصوله على الأغلبية المطلقة بنسبة 84.30% من الأصوات المعبر عنها العدد الإجمالي للناخبين المسجلين داخل الوطن وخارجه 24.351.551 العدد الإجمالي للناخبين المسوّطين 11.226.065 نسبة المشاركة العامة تكون 46.10% النسبة المشاركة العامة تكون 46.10% الأصوات الملغات 1.764.637 الأصوات المعبر عنها 9.461.428 الأغلبية المطلقة 4.730.715 الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح مرتبة ترتيبا تنازليا أولاً السيد تبون عبد المجيد تحصل على عدد أصوات 7.976.291 ما يمثل نسبة 84.30% 2.2% السيد حسني شريف عبد العالي بحصل على عدد أصوات 9.4000 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 يوسف حصل على عدد أصوات 580 1495 9.4000 9.4000 6.4000 10.4000 10.4000 أكد أن السيد عبد المجيد تبون سيباشر مهامه فور أدائه اليمين الدستورية طبقاً للمادة 89 من الدستور وفقاً للمادة 85 فقرة 2 من الدستور يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبري عنها وحيث أن المترشح تبون عبد المجيد تحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبري عنها وعليه تعلن المحكمة الدستورية ما يلي السيد تبون عبد المجيد رئيساً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعهدة ثانية ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقاً للمادة 89 من الدستور دولياً وبفلسطين المحتلة تتواصل فصول حرب الإبادة المفتوحة على غزة حيث استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الصهيوني لمخيمين نصيرات وجباليا كما استشهد شبان فلسطينيان جراء استهدافهما بصاروخ أطلقته عليهما طائرة مسيرة بالقرب من رفح جنوب قطع غزة في هذه الأثناء يشهد مخيم المغازي ومنطقة أبراج شيخ زايد شمال القطاع والمنطقة الواقعة شمال غرب مدينة رفح قصفاً مدفعياً عنيفاً منذ ليلة أمس استشهد على إثره عدد من الفلسطينيين هذا وأحصى قطع غزة أمس أزيد من 23 شهيداً ارتقوا في غارات جوية صهيونية على مناطق متفرقة من القطاع كما استشهد خمسة أخرون في قصف صهيوني على مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة رياض الآن وفي كرة القدم ولحساب مباريات ذهاب الدور التمهدي الثاني لمنافسة رابطة أبطار إفريقيا تعثر فريق شباب بلوزاد أمام نظيره نادي الجماركة من بورك نفاسو بنتيجة هدف دون رد ولحساب ذهاب الدور التمهدي الثاني لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم نهزم اتحاد الجزائر أمام مضيفه الملعب التونسي بنتيجة هدف دون رد بملعب أحمد العقربي برادس هذا وستجرى مباراة الإياب بعد أسبوع بملعب ملود هدفي بوهران نشرت أو ختام الموجز شكراً لكم على المتابعة عود إليك لامياء وتتمت فقرات هذا الصباح